فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ثم إن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الصفات المنافقين ذكر الصفات المؤمنين فقال والمؤمنون والمؤمنات انظر إلى المقابلة هؤلاء سماهم المنافقين والمنافقات ولم يقل المؤمنين والمؤمنات مع أنهم يتظاهرون بالإيمان لأن العبرة ليست بالمظاهر ولكن العبرة بالحقيقة فلم يعطهم اسم الإيمان وإنما أعطاهم اسم النفاق وقال والمؤمنون والمؤمنات الذين استوى ظاهرهم وباطنهم في الصدق مع الله جل وعلا هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات والإيمان هو قول باللسان معتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه وهذه صفة هؤلاء ترجمة نانسي قنقر